اهلا بكم من مشاهدينا الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين اجتماع اوبك ينجح بانتخابه النيجري محمد باركيندو امينا عاما جديدا واشهل في تحديد صقف للانتاج الاجراءات النقدية في سوريا تفشل في حماية الليرة من التقلبات السريعة تعاون سياحي بين تونس وفلسطين ودعوات للسياحة التونسيين لزيارة الاراضي المحتلة اهلا بكم الاجتماع نصف السنوي لمنظمة اوبك نجح في انتخاب امين عام جديد وفشل في الاتفاق على تحديد صقف للانتاج مندوب نيجيريا محمد باركيندو انتخب امينا عاما جديدا خلفا للبي الممدد له عبدالله البدري باركيندو هو الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية النيجيرية وكان المرشح الاوفر حظا لمنصب الامين العام بعدما رأى الاعضاء فيه مرشحا توافقيا نادرا في ظل التوترات المتصاعدة بين السعودية وايران اكد الامين العام لمنظمة اوبك المنتهية ولايته عبدالله البدري ان المنظمة لم تتفق على تحديد صقف جديد للانتاج خلال اجتماعها في فيينا يوم الخميس وقال البدري ان دول المنظمة ستواصل ضخها المعتاد للنفط في الاسواق الذي يفوق الاثين والثلاثين مليون برميل كل يوم لصعوبة الاتفاق على كمية الانتاج وتحديده ولكنه رأى ان الكمية التي تنتجها اوبك مقبولة بالنسبة للسوق العالمي وعقب تأكيد الامين العام للصابق لأوبك عبدالله البدري عدم الوصول الى اتفاق لتحديد صقف الانتاج تراجع تسعار النفط العالمية وجرى تداول برميل الخام المرجعي برينت عند 49 دولار اما الخام الامريكي فوصل الى 48 دولار علما ان اسعار النفط تأثرت ايضا بارتفاع مؤشر الدولار اثناء كلمة رئيس البنك المركزي الاوربي ماريو دراقي الذي اعلن فيها قرار البنك بشأن اسعار الفائدة في ظل تراجع اسعار النفط انخفضت واردات الهند من النفط الايراني بنسبة 3.5% في ايار مايو مقارنة بشهر نيسان ابريل بعدما خفضت شركة منغالور للتكرير والبترو كيمويات مشترياتها بسبب اغلاق بعض الوحدات في مصانعها المصافي الهندية استقبلت 379 الف ومائتي برميل كل يوم من النفط الايراني في ايار مايو من خفاض بلغ 13.700 برميل كل يوم وبرغم انخفاض الواردات الشهر الماضي يتوقع ان تبدأ مصافي شركة هندستان وبهرات للبترول بشراء شحنات من النفط الايراني اعلنت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان لعراق ان صادرات النفط من الاقليم زادت في ايار مايو الماضي نحو 513 الف برميل كل يوم واضافت الوزارة ان اجمالي ايرادات الصادرات عبر خط انابيب يمتد الى تركيا بلغ نحو 391 مليون دولار وجرى تخصيصه 76 مليون منها لمنتجين نفطي في الاقليم ارتفع سعر صرف الليرة السورية الى 400 ليرة مقابل الدرار ليعود يوم الجمعة ويتراجع الى 500 ليرة وذلك اثر انهياره خلال الاسابيع الماضية الى 650 ليرة سورية على نحو المفاجئ الارتفاع المؤقت يعزوه البعض الى تدخل المركزي السوري فيما يؤكد خبراء اقتصاديون ان تأثير السياسات المركزي لا يمكن ان يكون بهذه السرعة والحركة الحالية غير صحية ولا تخدم الا المحتكرين والتجار ايمان فاضل السياسات نفسها يكررها المصرف المركزي السوري بهدف تهديئة سوق الصرف لكن ما يفشل المركزي في السيطرة عليه هو الانخفاضات المتكررة والمفاجئة في سعر الليرة والتي تجبره مرارا على طرح الدولار في الاسواق بكميات كبيرة هذه السياسة لم تنجح حتى اليوم في اعادة سعر الصرف الى معدلات محددة وتثبيته عليها بمعنى انه مع كل تراجع في سعر صرف الليرة ينجح المركزي في اعادة رفع سعر الصرف عن قمة التراجع بواقع 30% لكنه لا ينجح في اعادة سعر الصرف الى المعدلات السابقة لا الارتفاع كان منطقيا ولا الانخفاض ايضا كان منطقيا لذلك نخشى من مفاجآت جديدة في هذا الملف خلال سنوات الازمة تدحرج سعر الليرة هبوطا من يقرأ المؤشرات البعيدة المدى يدرك ذلك وكل السياسات الحكومية لم تنجح الا في لجم جزئي لهذا التدحرج خبراء اقتصاديون يؤكدون ان فشل السيطرة على سوق الصرف لا يعود الى ضعف القدرة التدخلية بل الى انتهاج سياسات سيطرة نقدية فقط فالخيارات التي تنتهجها الحكومة وفق خبراء اقتصاديين لا تطال اسباب تراجع قيمة الليرة والتي ترتكز وفق الخبراء على هيمنة محتكرين على الموارد وقيامهم بتحويل الارباح من الليرة الى الدولار لتهريبها الى خارج البلاد ما يمنع توسع الانتاج الداخلي الذي يحمي الليرة بشكل ثابت وموثوق هناك بضايا قديمة موجودة لدى التجار قاموا بتثبيت اسعاري على اسعار القديمة وبالتالي هم سوف يتحججون بانهم يسردوا تلك الموارد باسعار مرتفعة وبالتالي هنا يأتي الدور الدولة من خلال مؤسسات الداخل لتدخل ايجابي تراجع سعر الصرف ادى الى تضخم كبير في اسعار الاغذية في سوريا ما يضع على عاتق الحكومة مهمة تخفيض اسعار السلع في السوق والحد من اجراءات التلاعب ومكافحة التهريب وتأمين وضع معيشي ملائم للمواطن وقعت وزيرة السياحة التونسية سلم اللوم اتفاقا للتعاون مع نظرتها الفلسطينية رولا معايعة بهدف تعزيز التعاون في مجال التصويق اضافة الى تبادل الخبرات وتأمين التمويل الوزيرة التونسية اكدت استعداد بلادها للتعاون في تنمية مختلف المجالات السياحية الفلسطينية فيما اشارت وزيرة السياحة والاثار الفلسطينية الى ان بلادها تستقطب اكثر من مليونين ونصف المليون سائح كل عام برغم تضييق الاحتلال ودعت من استطاع من التونسيين الى زيارة فلسطين خلال الزيارة هذه قمنا بامضاء اتفاقية ثنائية بين وزارتي السياحة تونسية وفلسطينية في مجال التعاون في التكوين في التكوين وفي التسويق والتواصل وحتى فيما يدين الاستثمار نريد لكل تونسي ان يأتي الى فلسطين ان استطاع لانه في فلسطين يستطيع ان يرى ما لا يوجد في اي موقع اخر من دول العالم وايضا وجود اي تونسي في فلسطين هو دعم للشعب الفلسطيني نجحت حركة مقاطعة اسرائيل المغرب في وقف بيع تمور المجهول الاسرائيلية وذلك في السوق الرئيسي لتجارة الجملة للتمور في الدار البيضاء عبر تنفيذ عدة تحركات للضغط على تجار الجملة والتيزئة من جهة والتوجه الى المواطنين لدفعهم الى تجنب المتاجر التي تبيع هذا النوع من التمور ناشطون في الحملة اكدوا انهم لن يرضوا ان تكون هناك تمور اسرائيلية على موائد المغربة خلال شهر رمضان المبارك لان ما يتم انفاقه على شراء هذه التمور يسهم في ادامة الاحتلال ويساعده على اضطهاد الشعب الفلسطيني وصرقة خيراته واراضيه اعنت شركة اوبر الامريكية لخدمة سيارات الاجرى ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر فيها بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار وصفة الخطوة التي اقدم عليها الصندوق بانها استثمار استراتيجي هام وباتت شركة اوبر العاملة في اكثر من ستين بلدا من اسرع الشركات النشئة في العالم نموا وقد ادى انتشارها واقبال الجمهور على خدمتها الى نشوء نزاعات مع سائق سيارات الاجرى التقليدية تجلت خصوصا عبر اضرابات واسعة النطاق شملت مدنا عدة اعلنت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فاو ان اسعار الغذاء العالمية ستبقى مستقرة على الارجح العام المقبل حتى مع ارتفاع الاسعار للشهر الرابع على التوالي وقالت المنظمة ان افاق الانتاج القوية والمخزونات الوفيرة ستبقى الاسعار والامدادات مستقرة بينما سيؤد انخفاض الاسعار عن مستويات العام الماضي الى تخفيض فتورة استيراد الغذاء في العالم يتوقع ان يتخذ البنك المركزي الاوروبي اجراءات لدعم النمو في منطقة اليورو واجراءات اخرى لصالح اليونان ويبني البنك المركزي وقراراته المتعلقة بسياساته النقدية نسبة لتوقعات النمو والتضخم ويتوقع ان يعلن رئيس البنك المركزي ماريو دراجي بادرة انتجاه اليونان بعد الاتفاق الاخير بين اثنى ودائنها الدوليين والذي يتيح صرف شريحة جديدة من الاموال لليونان مقابل تطبيق اصلاحات تقشفية توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا ان تحقق شركات الطيران العالمية ارباحا اكبر مما كان متوقعا من قبل هذا العام بفعل تدني اسعار النفط والعمل الذي تقوم به الشركات لشغل مقاعد طائراتها وتحقيق ارادات اضافية شركات الطيران تتوقع صافية ارباحا بقيمة تسعة وثلاثين مليارا واربعمائة مليون دولار هذا العام مقابل ستة وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون دولار كتوقعات سابقة المدير العام لشركة اياتا توني تايلر قال خلال الاجتماع السنوي للاتحاد ان انخفاض اصعار النفط ساهم في تحقيق هذه الارباح افاد تقريرنا الزرطة شركة امريكية ان الانفاق العالمي على علاجات السرطان سيزيد على مائة وخمسين مليار دولار بحلول عام الفين وعشرين بسبب ظهور علاجات جديدة لمكافحة المرض الخبيث وبلغ الانفاق العالمي على علاج السرطان نحو مائة وسبعة مليارات دولار العام الماضي بزيادة بنسبة احد عشر ونصف في المئة عن العام السابق وبارتفاع من تسعين مليار دولار عن عام الفين واحد عشر زيادة التكاليف سببها ترح نحو سبعين علاجا جديدا لنحو عشرين نوعا من الاورام في الاسواق في السنوات الخمسة الماضية اظهرت بياناته معهد البترول الامريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة نحو مليونين واربعمائة الف برميل خلافا للمتوقع الأسبوع الماضي فيما انخفضت مخزونات البنزين وتراجعت نحو مليون ونصف مليون برميل كما تراجعت مخزونات الديزل وزيت التدفئة مليون ومائتي الف برميل وكانت وردات الخام الامريكي قد ارتفعت الأسبوع الماضي بواقع سبعمائة وواحد وثلاثين ألف برميل كل يوم إلى ثمانية ملايين برميل يوميا مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة الميدين دوت نت المزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة